اشتركوا في القناة هل الصيام تأثير على المرأة الحامل ومتى يجيب عليها الإفطار؟ هل يؤدي صيام المرأة الحامل إلى نقص وزن الجنين أو ماء المشيمة؟ وما أفضل طرق المناسبة لتغذية المرأة الحامل؟ كل هذه المحاور وغيرها سنجيب عنها اليوم برفقة الدكتورة نجلاء الغراسي استشارية أمراض وجراحة النساء والتوليد والعقم بناسبة الشهر الكريم حبينا بس نتكلم عن المرأة الحامل والصيام عادة المرأة الحامل تأتي إلى العيادة تسأل هل الحمل يؤثر أو الصيام يؤثر على الحمل؟ فهذا سؤال متعدد وسؤال يعني متردد لدى العيادات فأنا سوف نقول لها ماذا سنرد عليها؟ الرد هو سوف يكون هل أنت تحاولين أن تغذي نفسك في الإفطار؟ بعد الصيام هذا لما تفطري هل أنت تتغذين سواء؟ هل تأخذين تشربين الماء؟ أولا شرب الماء والعصائر التي هي الكثيرة بالجلوكوز أول حاجة تغذية بالعناصر الغذائية مثل الخضروات، الفواكه، الحليب تحاول أنها ما تعملش الأشياء الثقيلة أو كمان الأكل الثقيل مرة واحدة بعد معدة فارغة هذا يؤثر على معدة الحامل لأن سبحان الله الحامل تؤثر الجنين يكون فيه الرحم فهذا يضغط لنا على المعدة فلما نأكل وجبة ثقيلة على معدة فارغة فهذا يؤثر عليها فنقول لها نصيحتنا لك أول حاجة شرب الماء، شرب العصائر أكل المواد الغذائية التي هي كثيرة العناصر والمعادن مثل الخضروات، الفواكه، الحليب رابعا هي أنها لا تأكل الأشياء الثقيلة مرة واحدة وتحاول أنها تأخذها في أوقات متعددة بوجبات بسيطة ثالث حاجة أنها لا ترحق نفسها ولا توتر نفسها إذا مثلا حامل تحاول الرضاة في الشهور الأولى إلى الغثيان الكثير أو الطرش الكثير هذا الذي يجي مع الحمل في الشهور الأولى فممكن أنها تفطر إذا حست بالدوخة مثلا في عندنا قياس السكر، قياس الضغط فإذا حست أنه هذا سوف يؤثر عليها فممكن أنها تفطر في أيام أخرى أن تقضي هذه الأيام ثانيا الشهور الثلاثة التي هي في النص التي يجي لنا فيها تسمم الحمل أو سكر الحمل فهذا ضروري أن المريضة تكون متابعة نفسها أنها عندها من أول قصة مرضية من قبل هل عندها سكر الحمل، هل عندها تسمم الحمل هذا يفرق من المريضة الطبيعية التي تكون هي ليس عندها لا سكر حمل من قبل ولا عندها تسمم حمل من قبل فالذي عندها سكر حمل أو أنها عندها ضغط حمل فضروري أننا نعمل معاه برنامج معين خاص فيها بعد قياس السكر وقياس التراكمي وتأخذ تغذية خاصة فيها هذا يعني ضروري دكتورة تغذية معينة تكون عليها وكذلك تسمم الحمل ضروري أنها تكون في تغذية معينة على أساس يستمر الحمل عندنا ولدينا إلى الشهور وتولد ولادة طبيعية سليمة وطفل سليم عادة كمان أن المرأة تجي تسأل هل هذا سوف يؤثر الصيام على وزن البيبي الجنين أو سوف يؤثر على الماء السوائل حول الجنين أو أن هذا سوف يؤثر على وزن المشيمة سنقول نفس الشيء أنت إذا تغذيت تغذية جيدة فهذا لا يؤثر إذا أخذت الفيتامينات اللي هي الطبيب يكتبه لك الذي سوف تناسب سن الحمل فهذا ليس له أي تأثير ولا الصيام له أي تأثير في هذا الشيء النصيحة الأخيرة التي نقدر نقولها في الأخير لهذا الأمهات متابعة الحمل متابعة سكر الحمل متابعة تسمم الحمل فضروري ضغط السكر هذا متابعة العيادات يعني لا يهم له هذا الشيء تقول خلاصة ولا فيه أي شيء لا ضروري المتابعة المتابعة هذا هو نصيحتي لكل امرأة حامل أن نتابع نفسها أنها تتغذى وأن نتابع طبيبها الخاص لها السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نشكر الدكتورة نجدال غراسي على هذا الطرح الجميل وسؤال حلقتنا لهذا اليوم متى لا يجب على المرأة الحامل الصيام للفز بالجائزة شاركونا الإجابة في التعليقات دمتم بخير ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر